سية أسماء الشوارع دخلت حرب التصريحات بين الولايات المتحدة والصين حول نشأة كورونا والشفافية بشأنه لي وينليانج بلازا هو اسم الطبيب الذي حذر من فيروس كورونا فور ظهوره في مدينة يوهان واتهمته السلطات حينها بنشر الشائعات والآن يقترح أعضاء في الكونغرس إطلاق اسمه على الشارع الذي تقع فيه السفارة الصينية في واشنطن السيناتور الجمهوري توم كوتون المعروف بتشدده حيال الصين قال سنعمل على ألا يتم نسيان اسم لي وينليانج أبدا عبر وضعه بشكل دائم أمام سفارة بلده المسؤولة عن وفيات حاول لي تجنبها وكان أعضاء في الكونغرس اقترحوا في 2014 تسمية الشارع نفسه ليو تشعبو على اسم حائز جائزة نوبل السلام الذي سجن بسبب انتقاداته للنظام الصيني لكن الرئيس السابق أوباما رفض الاقتراح لتجنب تسميم العلاقات بين البلدين حسب وصفه وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترا ارتفع في الأسابيع الأخيرة حيث يحمل الرئيس ترامب عدد من مسؤوليه مسؤولية انتشار جائحة كورونا للصين بإخفاء معلومات سواء حول نشأته أو انتشاره فيما ترد الصين وتصف هذه التصريحات بغير العقلانية والمجنونة وبالكاذبة تارة أخرى